مرحبا انا عبد الرحمن من تيك فويس بهذا المراجعة عندنا راوتر لينكسس 7500 ماكس ستريم موسع النطاق الشبكة RE6300 برضو من لينكسس نبدأ اول شيء مع الراوتر الراوتر يجي بربع منافذ اثرنت ومنفذ انترنت ومنفذ يو اس بي 3 و يو اس بي 2 الراوتر هذا موجه للجيمرز ومتابعين البث المباشر وخدمات المشاهدة على الانلاين تاز هذا الراوتر لها لانه راح يطي هذه الشبكات الاتصال اللي هي تقريبا تحتاجه ومتجك مشاكل ان شاء الله بالبث تغطية الراوتر من ناحية المساحة كانت صراحة ممتازة قد يرجع هذا سبب الموجهات الثلاثة اللي فيه وفي بعض الاماكن كانت عندي بالبيت ما فيها اشارة احيانا مع المودم هو الراوتر القديم لكن مع هذا كان تقريبا يوصلني برجين ندخل شوي بالمميزات مميزات هذا الراوتر رهيبة صراحة ان تقدر تحدد سرعة معينة او بيانات معينة للشخص اللي بيتصل بهذه الشبكة وفيه شبكة برضو ثانية خاصة للضيوف تعطيهم اتصال معين وبيانات معينة برضو تقدر تتحكم بالبرامج اللي يفتحونها فيه لائحة تطلع لك بالعددات بالبرامج اللي يقدر الضيف او المتصل الجديد على هذه الشبكة انه يفتحها او لا هذه الميزة ايضا تنطبق على التحكم الابوي فيه شبكة تخليها انت عندك بهذا الراوتر للاطفال لما يكون عندك طفل تتصل بجهازة بهذه الشبكة تقدر ان تتحدد مواقع معينة يدخلون فيها مواقع معينة هم يقدرون يفتحونها او لا وهذا يخليك تنتبه اكثر لطفالك الراوتر هذي ينفر شبكتين شبكة تعطيك سرعة عالية ممكن تخليها للقيمينج او التحميل العالي برضو الخدمات البث المباشر للشبكة 2 ميجا هرتز ممكن تقترم فيها بجوالك او اي جهاز ثاني ما يحتاج سرعة عالية الميزة هذي تريحك كثير بحيث انه الاجهزة اللي انت محتاج فيها سرعة عالية تفصلها وتشبكها بالشبكة الخمسة ميجا هرتز وهذا يعطيك اكيد بث افضل ولعب افضل اذا انت كيمر نيجي لموسع نطاق الري 6300 من لينكسيز طريقة هذا الموسع صراحة سهلة وبسيطة فقط تشبكه بالكهربلين يسر اللون الاخضر برتقالي بعد ما يكون برتقالي اشبك فيه سلك انترنت من الراوتر اللي انت تبغاه هو يتصل فيه بعدين هو راح ياخذك بعدادات بسيطة تحدد فيها كلمة السر وبعض الاعدادات للضيوح والناس اللي راح تتصل نفس اعدادات الراوتر بعدين تقدر تتحكم فيه نفس الراوتر وتعطي الناس اتصالات معينة وبيانات معينة بعدين تشبكه بأي مكان بالبيت ويفرلك تغطية كاملة يعني يكملك البيت كله كامل بالانترنت لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة للمزيد من الفتوات التقنية مع السلامة